السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة الصف الأول الثانوي في منصة البس المباشر لوزارة التربية والتعليم. معاكم فريق العمل مس مارسا جاد من القاهرة. مس إيمان السعيد من دمياط. النهاردة أولاد إن شاء الله بنستكمل مع بعض درس التدريس. بسرعة كده نفكركم بالجزء اللي أخدنا المرة اللي فاتت. اتكلمنا عن نهر النيل. قلنا أن تقسيم مصر يعني عموما هو عبارة عن القسم الأول ودي النيل والدلتة ومنخفض الفيوم. القسم الثاني هو الصحرة الغربية. القسم الثالث الصحرة الشرقية. القسم الرابع هو شبه جزيرة سيناء. اتكلمنا عن نهر النيل وامتداده في قارة أفريقيا. وعرفنا أقسام حوض النيل. طبعا اتشرحت باستفادة المرة الفاتت المنابع الاستوائية. اللي فيها بحيرة فيكتوريا وإدوارد وألبرت ونهر كجيرة. وبعدين اتكلمنا عن أعالي النيل اللي فيها بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وبحر العرب. مجموعة الصباط مجموعة المنابع الحبشية النيل الأزرق وروافد الصباط والنيل الأبيض. وأخيرا ودي النيل الأدنى اللي هو في النهاية بيصب نهر النيل في مصر. واتكلمنا عن ناشئة نهر النيل في مصر في أواخر عصر الميوسين في الزمن الجروجي الثالث. وامتداده في مصر قد إيه ووصفه بيتميز بالتنايات. ومائية نهر النيل زي ما مسئيما قالت لنا المرة فاتت نموة عظم الماء اللي جاي لنا جاي لنا من هضبة الحبشة. والجزء القليل هو اللي جاي لنا من عند المنابع الدائمة. وبعدين اتكلمنا عن ودي النيل في مصر وعرفنا خصائصه وعرفنا اتساعه بيختلف من مكان لآخر. واتكلمنا عن دلتا النيل وموقعها وشكلها وامتدادها وخصائصها. يعني ده سريعا كده احنا مرينا على عنوان. وطبعا ختمنا بمنخفض الفيوم اللي بالرغم انه هو بما انه احنا النهاردة هنتكلم عن السحرة الغربية. بالرغم انه هو بيقع في السحرة الغربية اللي انه يتبع قسم الاول اللي هو ودي النيل والدلتا. لانه قلنا عنه انه تربته خصبة مكونة من رواسط صينية اللي هي جات مع مية نهر النيل عن طريق طريقة بحر يوسف. اللي عدت من خلال فتحة اللهون وكونت لي تربة المنخفض. لكن هو موقعه في السحرة الغربية. ومن هنا بنبدأ مع بعض احنا النهاردة ان شاء الله موضوعنا هيبقى السحرة الشرقية. والصحرة الغربية. طبعا هنبدأ مع بعض زي ما هو موجود قدامنا كده على الخريطة. السحرة الغربية هي القسم الاكبر من تدريس مصر. يعني ايه مثل القسم الاكبر. يعني لو رأتبنا الاقسام من حيث المساحة هنقول انه القسم الاكبر هو قسم السحرة الغربية. يليه السحرة الشرقية. يليه شبه جزيرة سيناء. يليه اخر قسم اللي هو ودي النيل والدلتا ومخفض الفيوم. هو صحيح اصغر قسم لكن هو اهم قسم لان هو ده القسم المعتمد عليه في مصر الزراعة والكسافة السكانية عالية فيه وكل حاجة. تمام؟ هنبدأ مع بعض بقى بالصحرة الغربية ونتكلم عن امتدادها. امتدادها يعني بنشوف موقعها واحدودها وحاجات زي كده. طيب زي ما هو موجود قدامنا كده اولاد السحرة الغربية بتمتد من البحر المتوسط شمالا من البحر المتوسط شمالا لغاية حدود مصر مع السودان جنوبا. تاني من البحر المتوسط شمالا حتى حدود مصر مع السودان جنوبا. انا قدر اقول يا ميس تمتد لحد دايرة عرض 22 شمالا. اه طبعا لان احنا حدودنا مع السودان هي دايرة عرض 22 شمالا. طيب شرقا من وادي النيل شرقا حتى الحدود مع ليبيا غربا. من وادي النيل شرقا ما نقولش يا اولاد من نهر النيل من وادي النيل ليه يا ميس من وادي النيل عشان احنا سبنا الجزء بتاع السهولة الفيضية انتهى اللي هو الجزء بتاع الوادي فبدأنا من عند وادي النيل شرقا لغاية الحدود مع ليبيا غربا. يعني نقدر نقول مثلا الحدود مع ليبيا غربا خط طول 25 شرقا. اه طبعا نقدر نقول انه خط طول 25 شرق طيب زي ما احنا شايفين كده يعني بس الخريطة احنا مكبرينها شوية لو رجعنا لأي خريطة في الكتب هنلاقي انه السحرة الغربية شكلها اقرب الى المستطيل اقرب الى المستطيل. طب مساحتها قدي ايه نيس بما ان حضرتك بتقول لنا انها الجزء الاكبر من تدريس مصر مساحتها ولات 61 الف كيلو متر مربع. 61 الف كيلو متر مربع. تقريبا حوالي 68 في المية من مساحة مصر. 68 في المية من مساحة مصر. طيب يبقى احنا كده عرفنا انها ممتدة موقعها من البحر المتوسط شمالا للحدود الجنوبية مع السودان جنوبا من وادي النيل شرقا حتى الحدود مع ليبيا غربا الشكل اقرب الى المستطيل. والمساحة زي ما احنا بتفين احنا مش بنحفظ الرقم بس هي اكبر قسم تدريسي في مصر. طيب ايه الاقسام اللي بتنقسم اليها الصحراء الغربية بصوا بأولاد. عندي زي ما هو بين قدامنا كده عندي الهضاب والقسم الثاني هو النطاق الساحل. عندي الهضاب والنطاق الساحل دول كده قسمين. بس الهضاب ده قسم كبير. ليه قسم كبير عشان فيه تلت هضاب مهمين جدا هنبدأ نقولهم مع بعض. الهضبة الاولى هي الهضبة الجنوبية. الهضبة الاولة هي ايه؟ الهضبة الجنوبية. وهيبن لنا دلوقتي على الخريطة ان الهضبة الجنوبية لها موقع. يعني ايه يا ميس لها موقع يعني احنا ممكن ممكن نجيبها على الخريطة. يعني احنا ممكن نهتم اكتر بانه الخريطة تبقى موجودة تبايل لنا الصحراء الغربية. ايوا كده تمام بالضبط كده. وهنقول ونشير في نفس الوقت على الخريطة. طيب الهضبة الجنوبية دي هنقول انه تقريبا هي تلت مساحة الصحراء الغربية. احنا عندنا تلت هضوب. هضبة جنوبية والهضبة الوسطى وهضبة مرمريكا. الهضبة الجنوبية الوحدها تمثل سلس مساحة الصحراء الغربية. طيب ايه حدودها يعني يا ميس يعني تمتد من فين لفين. اه بصوا كده معي برضو هنقول يا حدود شمال جنوب شرق غرب. ده مش الصحراء الغربية كلها ده الجزء بس يا ولاد بتاعة الهضبة الجنوبية. طيب شمالا الحفة الجنوبية لمنخفضي الخارجة والدخلة. زي ما ميس ايمان كده بتشاور لنا. عندي منخفض الخارجة وعندي منخفض الدخلة. الحفة الجنوبية للمنخفضين دول. تمام كده؟ طيب. بعد كده جنوبا خلاص بقى دي نهاية الصحراء الغربية طبيعية. يبقى الخط بتاع الحدود اللي مع السودان اللي هو نقدر نقوله انه برضو دايرة عرض 22 شمالة. يبقى تاني الحفة الجنوبية لمنخفض الدخلة والخارجة. وجنوبا الحدود مع دولة السودان اللي بتتماشى زي ما قلنا مع دايرة عرض 22 شمالة. طيب شرقا وادي النيل. يجي مش هنختلف عليها. وادي النيل. من نهاية اللون الاخضر كده زي ما المس مشاور لنا. وغربا هنلاقي الحدود مع ليبيا. طيب احنا عشان ما نتلخبطش خلينا سبتين على حاجة مهمة جدا. الشرق وادي النيل الغرب الحدود مع ليبيا. في الهضبة الجنوبية وكمان لما نيجي للهضبة الوسطى. تمام كده؟ يبقى تاني معلش هنقول امتدادة عشان ده مهم. شمالا الحفة الجنوبية لمنخفضية الخارجة والدخل. طيب جنوبا خط الحدود مع دولة السودان. يعني دايرة عرض 22 تمشي صح؟ اه طبعا تمشي صح. احنا ايه؟ عايزين نستنتج عشان نفهم. طيب غربا الحدود مع ليبيا. اللي هو برضو خط طول 25 شرق. ناحية الشرق من الهضبة في وادي النيل. احنا كنا شرحنا طبعا المرة اللي فاتت وادي النيل. اللي هي الاراضي المنخفض اللي على جنبية نهر النيل. طيب قلنا مساحتها قد ايه؟ نفتكر كده مع بعض. ايوة تل مساحة الصحراء الغربية. طيب تعالوا نشوف هي بتتميز بايه؟ وهو ده بقى عشان كده بقول لكم ان يعني دروس التدريس يا ولاد كلها عبارة عن خرايط. مهم جدا ان احنا نشاور في كل حاجة موجودة على الخريطة. ايه اللي موجودة عندي على الخريطة بقى؟ عندنا هضبة كبيرة اسمها هضبة الجلف الكبير. هضبة الجلف الكبير. ومعليش برضو احنا عايزين اللي احنا برضو هنستأذى الحريكي مسايمان احنا هنخلينا على الخريطة. احنا هنسبت على الخريطة. يعني في دروس التدريس بالذات بنحب ان احنا نبين كل التفاصيل احنا مش مهم قوي يعني ان نقول الكلام قد ما مهم نشوفه بعينينا عشان هو ده اللي هيفدنا لما يجلنا اسئلة. يبقى تاني هنلاقي احنا مكتوب تحت هو الهضبة الجنوبية تمام؟ في جزء كده في غرب في ناحية الغرب مكتوب عليه هضبة الجلف الكبير. دي تعتبر الجزء الغربي من الهضبة الجنوبية الجزء الغربي من الهضبة الجنوبية. يبقى تاني هضبة الجلف الكبير ده في الجزء الغربي من الهضبة الجنوبية. وزي ملمس اهم شورا لنا عليها. طيب ايه كمان موجود يميز الهضبة؟ أه تحت كده جبل العوينات. جبل العوينات طيب نفتكر كده مع بعض ونربط بالتكونات الجيولوجية ونشوف كده الطلب هتفتكر معنا ولا يمس ايمان. جبل العوينات كنا اخدنا ان فيه تكوينات من الزمن نقط ونقط انا اعتبر انه اكمل يعني ومفوض يجي لنا في اختر بس انا اعتبر انه نقط ونشوف كده مين من الطلبة هتجاوب ها يمتد في جبل العوينات تكوينات من الزمن الجيولوجي نقط ونقط لو حد جاوي بيبقى ممكن نقول طيب شاكرين انتو انه جبل العوينات كان فيه تكوينات من الزمن الاركي وكمان كان فيه تكوينات من الزمن الاول طيب هضبت الجيلف الكبير هضبت الجيلف الكبير دي يميز مهمة جدا دي فيها تكوينات فوسفات وفيها حجر راملي نوبي في شم فيه خزانات مياه جوفية يعني ده من الزمن ايه بقى الزمن الجيولوجي التاني الزمن الجيولوجي التاني طيب عندنا كمان الهضبة الوسطى يبقى احنا كده خدنا الهضبة احنا كده بنقول في قسم الهضب زي ما احنا كده هو ونبينه حط نلقيه الخريطة عشان تبين في الهضب قلنا فيه 3 هضب الهضبة الكبيرة اللي تمثل تل تمساحة السحرة الغربية اسمع الهضبة الجنوبية وقلنا فيه حاجتين مهمين جواها هضبة الجلف الكبير وجبل العينات وربطناهم بالتكوينات الجيولوجية تكويناتهم بتنتمي لأي زمن يبقى ده ايه ادي اول هضبة طب نشاور على الهضبة التانية اللي هي الهضبة الوسطى او احيانا نقول عليها الهضبة الايوسينية الوسطى الهضبة الايوسينية الوسطى طب تعالوا نشوف كده مع بعض حدودها شمالها هضبة مرمريكا شايفين هضبة مرمريكا جنوبها الهضبة الجنوبية يبقى فوق في الشمال مرمريكا في الجنوب الهضبة الجنوبية شرقا وادي النيل يش اختلاف غربا الحدود المصرية الليبية يبقى دي نفس الحدود ده هي في الشرق وفي الغرب وفي الشرق بالطل على ودي النيل بحفات منحدرة ومتقطعة يعني هنلاقي كده أجزاء من الحفة الشرقية للهضبة متقطعة وفي الغرب الحدود المصرية الليبية وفي الشمال هضبة مارمريكا وفي الجنوب الهضبة الجنوبية تمام كده؟ طب تعالوا نشوف مع بعض ايه الحاجات؟ الحقيقة انه الهضبة دي غنية جدا بالتكوينات الجيولوجية بتاعتها هي الهضبة الوسطى نفسها طبعا زي ما احنا نفتكر كده والطلبة تفتكر معنا الهضبة الوسطى نفسها كانت بتنتمي إلى الزمن الجيولوجي الثالث اللي هو يا ولاد بيعتمد على تكوينات الحجر الجيري او فيه يعني تكوينات الحجر الجيري اللي بيدخل في صناعة الأسمنت والجبس وتحديدا كمان كان فيه بترول في تكوينات عصر المايوسين ماشي كده؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي موجودة على الهضبة دي؟ اه ده احنا هنلاقي حاجات كتير قوي هنلاقي منخفضات كتير ايه هالمنخفضات دي يا ميس؟ كل المنخفضات اللي احنا اخدناها لو نفتكر وقلنا ان هي تكونت بفعل ايه؟ ايوة تكونت بفعل التعرية الهوائية او التعرية بفعل الرياح شكلتها من خلال النحت وساعد على طعمقها طبعا التصدع والتعرية المائية طيب ايه بقى المنخفضات الموجودة عندي؟ وهنشور عليها الوحات البحرية ايوة والفرفرة خلاص كده وكمان جزء كبير من الدخلة والخرجة برضو داخل جوة هذه الهضبة يبقى تاني الظواهر اما قولك ايه اهم السمات التي تميز الهضبة الوسطى ايه اهم السمات الطبيعية او الوغرافية التي تميز اعتباري سوء المقال التي تميز الهضبة الوسطى رقم واحد تتميز بوجود المنخفضات طب ايه المنخفضات الموجودة فيها؟ كل اللي انتوا شايفينه قدامكم البحرية الفرفرة جزء من منخفض الدخلة والخرجة بس كده لا كمان في حاجة اسمها اشكال رملية تكوينات رملية زي ايه؟ زي ملميس كده ايمان مشورلنا على بحر الرمال العظيم ده طبعا زي ما احنا عارفين على الحدود ما بين مصر وليبيا وده تكوينات رملية نعمة جدا اتكوينت بفعل برضو التعريب بفعل الرياح بس بفعل اخر عملية احنا فاكرين التعريب طبعا نحت نقل ارساب فاخر عملية كانت هي ايه؟ الارساب يبقى انا عندي منخفضات وعندي كسبان رملية او تكوينات رملية المنخفضات بفعل النحت الكسبان الرملية بفعل الارساب يبقى انا كده قلت ايه؟ هيا تاني منخفضات وقلنا امثلة عليها وقلنا اشكال رملية زي بحر الرمال العظيم طب في حاجة تاني كده هنشاور عليها وقده شكل طولي كده طويلة قوي ايوة بس هي بتشاورينا عليها حاجة اسمها يا ولاد في حاجة اسمها غرد أبو المحارك غرد أبو المحارك ايه يا ميس الغرد دوت ايه الغروض دي الغرد ده هو كذبان رملية بس هي كذبان رملية طولية احنا في الكذبان الرملية قلنا ان الكذبان الرملية هي ايه كذبان الرملية هي تجمعات من الرمال مختلفة الأشكال والأحجام يعني ممكن تدي أشكال كتير زي شكل مثلا الهلال زي شكل الطولي دوت زي شكل البرخانات ممكن تدي مثلا شكل ممكن نجوم كل ده كوزبان رملية حسب ما تترصب بفعل الرياح الغروض بقى اللي احنا نتكلم عنها دي ايه الغروض دي واخد الشكل الطولي ديقة مش زي بحر رمال عظيم زي ما نشايفين كده واخد مساحة متسعة لا يواخد شكله طولي ديق له عمل زي له قمة كده قمة حدة له جوانب منحدرة وبياخد الشكل ده أصلا بسبب الرياح هي اللي تسببت في وجود الشكل ده طب فاكرين ايه يا ولاد الرياح اللي تسببت أصلا في تكوين أو في حركة الكوزبان الرملية في الصحرة الغربية ها فاكرين ولا مش فاكرين اعتقد انه هنلاقي معنا طلبة شاطرين وهيقولولنا انه الرياح المسؤولة عن تكون الكوزبان الرملية في الصحرة الغربية طبعا هي الرياح الشمالية الغربية الرياح الشمالية الغربية طبعا غرد ده أبو المحاريق اللي منس شاورت لنا عليه ده اللي هو تقريبا طوله حوالي 350 كيلو متر ده شايفين بدء من اول زي ما المس مشاورلنا كده هوت يمكن من عند منتصف الهضبة او يعني تقريبا من عند فوق الواحات البحرية من اول منخفض الواحات البحرية وواصل لحد منخفض الخارجة شايفين طوله قد ايه؟ طوله كبير جدا يبقى تاني يا ولاد الهضبة الوسطى تمتد في وسط الصحرة الغربية شمالها هضبة مرمريكا جنوبها الهضبة الجنوبية غربها حدودنا مع ليبيا وشرقها وادي النيل ايه اهم الزواهر اللي بتمثلها او اللي موجودة فيها؟ منخفضات زي كل المخفضات اللي قلنا اسمائها البحرية والفرفرة وجزء كبير جدا من الدخلة والخارجة فيها كمان تكوينات رملية زي غرد أبو المحاريق وبحر رمال العظيم اخر هضبة معانا هي هضبة مرمريكا هضبة مرمريكا كده زي ما نسمي شورلنا عليها هي في الشمال طيب هضبة مرمريكا الحقيقة احنا قلنا في الهضبة الجنوبية وقلنا في الهضبة الوسطى فيه اشكال تدرسية كتير بس في كل الاحوال هنلاقي اللون الاصفر دوت انه الهضبتين عليهم تكوينات رملية لكن هضبة مرمريكا بتتميز من سطحها صخري تقريبا ما فيهاش اي رواسب رملية يبقى سطحها صخري خالي تقريبا من الرواسب الرملية هي موجودة في الموقع زي ما قلنا في الشمال شمال السحر الغربية شمالها هنلاقي اللون الاخضر ده هو السهل الساحلي اللي هو المطل على البحر المتوسط السهل الساحلي اللي بيطل على البحر المتوسط وهي يعني هنلاقيها في بعض المواد الاماكن او المواقع بتقترب جدا الهضبة من البحر لو شاورنا على أقرب موقع تقريبا الهضبة قريبة من البحر عند السلوم عند منخفض السلوم زي ما المسلم شاورنا كده بالزبط تمام؟ لكن اللي شمالها هو يعتبر السهل السحلي بس فيها أجزاء قريبة من البحر إيه أكتر جزء قريب من البحر؟ السلوم الجزء من الهضبة اللي عند السلوم جنوبها فيه إيه بقى؟ فيه منخفض القطارة وفيه منخفض سيوة منخفض القطارة ومنخفض سيوة تمام كده أولاد يبقى ده بالنسبة للجزء بتاع هضبة مرمريكا ايه ما يميز او اهم ما يميز مرمريكا انه هي سطحها صخري خالي من الرواسب الرميل اخر جزء معنا في الصحراء الغربية انت شايفين الصحراء الغربية مليانة ازاي النطاق الساحلي شايفين اللون الاخضر الميس ايمان بتشاور لنا عليه ده ايوا النطاق الساحلي ده ممتد من فين من غرب اسكندرية حتى السلوم من غرب اسكندرية حتى السلوم بيقولوا عليه او بيسموه اقليم مريوت اقليم مريوت واحيانا احيانا نسمع كلمة الساحل الشمالي اه هو ده اقليم مريوت اه هو ده النطاق الساحلي للصحراء الغربية طب زي ما احنا شايفين قدامنا هو متميز بايه اه ده متميز بانه فيه شايفين الحتة البرزة في المية دي حتة عالية كده داخلة جوه المية كنا قلناها قبل كده دي رؤوس ارضية زي رأس الضبع ورأس الحكمة ورأس عالم الروم تاني رأس الضبع رأس الحكمة رأس عالم الروم طب فكرينه كده يا ميس هي الرؤوس الارضية دي كونت نتيجة ايه اه كونت نتيجة التعرية البحرية التعرية البحرية ليا بفعل الامواج والمد والجزر طب فيه بس يا ميس رؤوس ارضية لأ ده احنا كمان عندنا خلجان وكنا قلنا الخليج أنه تغلغل المية داخل اليابس مية زي ما نشايفين تبصوا المتنيه لتحت إزاي المية داخلة جوة اليابس إيه الخليج الميس بتشاور لنا علي دا دا اسمه خليج العرب اسمه خليج العرب مش الخليج العربي علشان خليج العربي دا في حتة تانية لأ دا اسمه خليج العرب تمام؟ عند حتة كده قريبا فيسكندريا اسمها برج العرب وآخر حاجة طبعا بيتميز بيها هذا النطاق هو هنكت لسا بقول لكم ومشهور جدا اسمه الساحل الشمالي موجود شواطئ رملية شواطئ رملية كل بقى الجزء اللي هو القرى السياحية اللي احنا عارفينها موجودة في هذه المنطقة كل قرى الساحل موجودة من اول غرب اسكندرية حتى السلوم اللي بتعرف باسم اقليم مريود ده كده ولاد بالنسبة للصحراء الغربية لو في اسئلة ممكن طبعا ده دي خريطة واضحة اكتر يمكن اهي معميس ايمان جايبها لنا ايدي من الغرب اسكندرية لحد السلوم شايفين خليج العرب اهو ايوة رأس الحكمة رأس الدبعة ورأس علم الروم كل ده خصائص بتميز النطاق الساحلي او ما يعرف باسم اقليم مريود ده كده كان شرح وافي للصحراء الغربية ولو في اسئلة موجودة هنا ممكن نحلها مع بعض تمام تفضلي مسئمان سلام عليكم سيكوا شباب باشكن مست قوي على الشغل والاستفادة ما شوال الله ربنا يكرمك السؤال بيقول اه تمتد معظم الواحيات بالصحراء الغربية فيه هل هضبت العبادة ولا الهضبة الوسطى ولا هضبت المعازة ولا الهضبة الجنوبية اللي بالكو زي ما المسل معودانا مس مرسل معودانا ان احنا بنقرأ جزر السؤال رأس السؤال كويس جتنا عشان شوف اخرج بالفكرة بتاعته او المحور بتاعته واشوفه عايز ايه هو هنا عايز يقول لي الواحيات اللي في السحراء الغربية موجودة فيه هل في العبادة هضبت العبادة ولا هضبت المعازة ولا الهضبة الوسطى ولا الهضبة الجنوبية اللي هي هضبت العبادة وهضبت المعازة فعلا نلمس ما قلقتهم شخص وكده احنا قرضنا المسافة وحصرنا الاجابة عندي يا اما في ايه يا اما في سيه الهضبة الوسطى شوف فيه سوايا كمان يفصل وادي النيل عن منخفض الفيوم الذي يقع شايفينها بتاقع نظام الامتحان او حل الاسئلة بيختلف تماما عن اي نظام تاني وانا عما لا قرأ يبقى فيه فيه تريص في الاجابة فيه تريص في قرية السؤال يفصل وادي النيل عن منخفض الفيوم. هو عايز فيه فاصل بين وادي النيل ومنخفض الفيوم. اللي بيقع في السحراء الغاربية. ظاهرة تنتمي صخرها للزمن الجيلوجي. يبقى هنا يميس بعد اسنك. انا مطالبة ان انا اعرف حاجتين. اولا هعرف الظاهرة اللي بتفصل ما بين وادي النيل عايز اعرف اسمها ما بين وادي النيل وما بين منخفض الفيوم اكيد في ظاهرة جغرافية موجودة في النص ما بينهم. انا مطالب ان انا عرف الظاهرة دي. وبعد كده ارجع لجدوى للتكونات الجيروجية عشان اعرف الى اي زمن بتنتمي هل هي مثلا حجر رملي ولا حجر رملي نوبي ولا جيري ولا سخور اركية ولا رواسب صينية ورواسب رملية وبناء اقدر انسبها للزمن بتاعها. اظنني كده الموضوع السهل يبقى انا المفروض اعمل ايه الاول? خطوتين. الخطوة الاولى ان انا اعرف اسم الظاهرة اللي بتفصل ما بين في الشرق ومرخفض الفايون في الغرب. في هذا وكده اصف في زاهرة كده موجودة في النص ما بينهم. طب وما عرفها واعرف اسمها ارجع للجدول بتاع التكونات الجيروجية اشوف هي بتنتمي لاي زمن. مجرد معرف تكوينها الصخري او تكوينها عبارة الجيروجي عبارة عن ايه? هقدر اتوصل للزمن اللي هي بتنتمي ليه. هل الاول ولا التاني ولا الزمن التالت ولا الزمن الرابع? في حد يا ميس ايه ايه جاوب مع حضرتك? لا لسا يا ميس امان. احنا عايزين بقى شباب. طب سهلها لهم اكتر معلش نس ايمان لو سبحت. طيب يبقى انا المفروض اعرف اسم الظاهرة. انا انا لو قلت اسم الظاهرة خلاص يا ميس هنعرف الاجابة. الظاهرة اللي بتفصل كانت ميس مارسة وهي بتشرح لنا ملخفض الفيوم قالت ان فيه ظاهرة تفصل ما بين ودي النيل وما بين ملخفض الفيوم. ولما خرج من نهر النيل فرع صغير اسمه ترعى بحر يوسف وهي لا ترعى ولا بحر ولا اي حاجة من دي خالص ولكن ده فرع صغير من فرع النيل اتجه ناحية الغرب فالصدى او واجه هدبة جيرية. استطاع ان هو يعمل فيها فعل التعرية النهرية. نحن? مناقل وترسيل. ناحت فيها وعمل لي فتحة يطلق عليها فتحة اللهون. وبالتالي النجح ان هو يخترقها ويصل الى منخفض الفيوم عشان كده احنا ممكن يصح الكون ان احنا بنقول جغرافيا منخفض الفيوم صورة مصغرة او يعتبر مصر الصغر. ارجع بقى ايه هي? الظاهرة دي الهضبة الجيرية. طب احنا اخدنا الصخور الجيرية. التكوين الجيري. تكوين جيروجي جيري. بيرجع للزمن الكام? الاول ولا التاني ولا التالت ولا الرابع? ارجع للجدول بتاعي التكونات الجيروجية بسرعة. ادور على التكوين الجيري عشان اعرف هي بتنتمي للزمن الكام. اعرف التكونات الجيرية بتاعتي موجودة في الزمن الكام? على طول هقدر لوصل لزمن ما هي كده هيعطي له جاوب ما. وبالتالي يا سنة اولى هيبقى الزمن الجيروجي التالت. ليه يمس الزمن الجيروجي التالت? لان يفصل بين ويد النيل ومرخفض الفيوم الهضبة الجيرية. واتفقنا من جدول التكونات الجيروجية ان الحجر الجيري تكوينات يرجع تكوينها للزمن الجيروجي التالت. الزمن الجيروجي التالت. وتبقى الاكابة عندي الزمن الجيروجي التالت. بعد كده المس تناولت باستفاضة الصحراء الغربية. هنبدأ ناخد بقى مع بعض يا شباب الصحراء الشرقية. وهياخد معاها كل ما يخصها. مالها بقى الصحراء الشرقية. بيقول لي خدي بالي. مساحة الصحراء الشرقية تختلف تماما عن مساحة الصحراء الغربي. وامتدادها كمان وبظواهرها كلها بتختلف. اولا اقسمها التدريسية اه الصحراء الغربية كنا قسمين هضاء ونطاق الساحلي. لكن هنا عندي اربع اقسام. خط الساحل. الساحل الساحلي. جبال البحر الاحمر. النطاق الهض. جزء كده براحة. ونبدأ ناخد الصحراء الشرقية. هاخد في الصحراء الشرقية الاول مساحة. خد يبالك شايفة مساحتها ايه? سؤال لنا خالص بالنسبة للصحراء هي تقريبا تلت الصحراء الغربية. مساحتنا قد ايه? مساحتنا تقريبا متين اربعة وعشرين الف كيلو متو مربع. يعني تقريبا اتنين وعشرين في المية من جملة مساحة مصر. لو تفتكروا مس مرسا وهي بتشرح الصحراء الغربية قالت ان احنا مساحتنا ستمية واحد وتمانين الف. يعني تقريبا تمانية وستين في المية من مساء. ودي تعتبر اكبر قسب تضريسي. لكن الصحراء الشرقية بالنسبة للصحراء الغربية صغيرة مساحتنا تقريبا اتنين وعشرين في المية من جملة مساحة مصر. طب امتداد امتداد جغرافيا تمتد جغرافيا من وادي من وادي الطميلات شمالا. وادي الطميلات شمالا حتى حدودنا مع السودان في الجنوب. يعني بنمتد كده رأسي من ايه? من وادي الطميلات في الشمال حتى حدودنا مع السودان في الجنوب. ومن ساحل ومن الجهة بقى العرضة هون من ساحل البحر الاحمر. مش هقول البحر الاحمر لان في خط ساحل اهو. من ساحل البحر الاحمر وخليج شرقة حتى وادي النيل غربا. السحراء الغربية. قلناها بالصفادة. هنتنقل بقى خالص نقلة تانية خالص للصحراء الشرية. وبالمناسبة الاتجاهات الاصلية ومش عيب ان انا بأكد عليها مرة واتنين وتلاتة قد يلتبس علينا الامر. الشرق. جهة الشرق هي جهة ايدي اليمين. وبناء عليه الجهة المعاكسة لها تبقى الغرب. وفوق شمال وتحت جنوب. الناس اللي مش مركزين قوي في الجهات الاصلية. وطبعا عندي جهات فراعية تتبع الجهات الاصلية. بس انا اساسا بدأ معرفت الجهات الاصلية. الجهات الفراعية عندنا هتبقى سهل. الجهات الاصلية. جهة الشرق عندي هي جهة اليمين. حضرك بتتكلمي عن مين دلوقتي? بتتكلم عن الجهة اليمين في مصر وهي الصحراء الشرقية. ما لها الصحراء الشرقية? قلتلك ان مساحتها تقريبا متين اربعة وعشرين الف كيلو متو مربع. يعني تقريبا اتنين وعشرين في المية من جملة مساحة مصر. قلنا ان اقسامنا التدارسية عبارة عن اربع اقسام. قبل ما اكد على الاقسام دي ونشرحهم بالاستفاوضة. عايز اقولك ان احنا بنمتد منين لفين? يحدونا شمالا? وادي الطميلات. يبقى وادي الطميلات في الشمال. الجنوب. الحدود مع السودان. الشرق. ساحل البحر الاحمر وخليج السويس شرقا. وفي الغرب وادي النيل. وزي ما الميسة قالت ما اقدرش اقول النيل. لان بعد النيل في ايه? الاراضي الفايدية اللي رسبها نهر النيل على الجانبين. فده وادي النيل. طب الاقسام بقى واحد واحد كده علشان ما نتلخبطش فيه. اول قسم عندي خط الساحل. خط الساحل. بنقصين ساحل مين? ساحل البحر المتوسط ولا البحر الاحمر? خط الساحل المقصود بيه ساحل البحر الاحمر. بيمتد من اللي فين? بيمتد من رقص خليج السويس? هذا خليج السويس. بيمتد من الراس. من فوق كده. واحنا اتفقنا اه يعني ايه راس? المس اللي استقللنا. نتوق صخري. ممتد داخل. برافو علي. داخل البحر. من راس? ده ايه? لما اقول من راس? الرقص الارضية. لكن ايه رقص الخليج ده? يعني بداية الخليج يا اولاد. يبقى انا عندي الرقص الارضية اللي المس لسه شرحها هلا. زي مسلا رقص بناس. لكن هي انا قصدي من هنا من رقص خليج السويس يعني من بداية خالص هو من كمة خليج السويس شمالا حتى رقص حضربة جنوة. اهم مميزاته بيختلف عن ساحل البحر المتوسط اللي هو قصر التعريج وانما ده بيتميز بالاستقامة نوعا ما. واتجاه العام من الشمال الغربي نحو الجنوب اش هياخد الاتجاه ده كده شباب. جاي من الشمال الغربي متجه نحو الجنوب الشمال. مبتد من الشمال الغربي الى الجنوب الشمال. وفي بعض الرؤوس الارضية اكبرها رقص بناس. وعندي كمان بعض الخلجان زي خليج السويس. وفي شروب. يبقى تاني خط الساحل بيمتد من رأس خليج السويس من بداية خليج السويس شمالا حتى رأس حضربة جنوبا. يتميز بالاستقامة. وبيتجه بشكل عام منين لفين? من الشمال الغربي نحو الجنوب. من الشمال الغربي نحو الجنوب الشمال. اهم الاشكال اللي بيتميزوا فيه رقص ارضية. واكبر رأس عندي هي رأس بناس. عندي كمان ورأس حضربة. عندي كمان? رأس ابوسومة. رأس جنسة. بس احنا يعني بنقول امثلة بسيطة عليها زي رأس بناس ورأس آآ حضربة. وفي خلجان زي خليج السويس وفيه شروب. ده كان بالنسبة لخط استاحل. ده كان بالنسبة لخط استاحل اللي عندي. يلي خط استاحل مباشرة السهل الساحلي. ما له بقى السهل الساحلي? السهل الساحلي يقع ما بين حاجتين محصور ما بين حاجتين. ما بين خط الساحل موجود في الوسط. يقع في الوسط ما بين خط الساحل من ناحية الشرق وجبال البحر الاحمر في الغرب. اهو الجزء السغنن اللي هنا هو. يبقى ويقع في المنتصف. محصور ما بين خط استاحل في الشرق وجبال البحر الاحمر في الغرب. وده بيتماس بايه? بالاستواء. معظمه مستوي. وبتغطي رواسب رملية ومفتتات زي الزلط كده والتبص وأنون يا ولاد. خلاص ده بالنسبة للسهل الساحلي. يبقى السهل الساحلي موقع جغرافيا ينفل بيقع وغرافيا ما بين خط استاحل في الشرق يحطه شرقا خط استاحل ويحطه غربة مرتفعات او سلسل الجبال البحر الاحمر. وبيتمايز ان هو مستوي بيتمايز بالاستواء سطحه مستوي شكل عام. وفيه رواسب رملية يعني بتغطي رمال ومفتتات. ده كان بالنسبة للجزء التاني. يعني بالرغم ان احنا نقول السحراء الشرقية اربع اقسام تدريسية ونتخط لكن هي كلها بسيطة وسهلة. خط استاحل بيتمايز بالاستقامة من رأس خليج السويس حتى رأس حضربة جنوبة باتجاه عام من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي فيها بعض الاشكال اللي بيتميزها زي رأس الارضية زي الشروم زي الخلجان بياليها على طول نمرة اتنين نمبر طوق اهو السحل الساحلي يتمايز بالاستواء يعني مفيش مرتفعات في ومافيش تلال لا مستوي بصفة عامة. وفيه رواسب رملية ومفتتات. تمام كده? تمام. وهو بيقع ما بين خط الساحل في الشرق وجبال البحراء الاحمر في الغرب. يا لي خط الساحل ايه? خط الساحل ميجايب لك صورة هي حيالية. صورة كاميرا مش ملاقيها فضائية دي صورة كاميرا. صور جوية. اه موجود بيتميز ان هو في بعض الرواسب ايه الرملية. جبال البحر الاحمر. وانصدق القول اقول لك سلسلة جبال البحر الاحمر. طب الاول قلتي عليها سلسلة ليه? لان هي عبارة عن مجموعة من الجبال. بتمتد منين من الشمال الغربي الى الجنوب الشرق. مع امتداد خط الساحل. وموجودة في مصر والسودان وقارتان. موجودة في مصر والسودان وقارتان. جزء ربطة هوا. نتجت بفعل عوامل ها? باطنية. بين قصين تصدع او ما يطلق عليه انكسار. صح كده? اه. لكن امت? امت? زهرت امت? في الزمان الثالث. لكن تكونها اساسا زهرت على سطح الارض وطلعت لي كده وشفتها في الزمان. لكن صخورها اساسا سخور ارقية. زمن? ما? ارقية. صخور ارقية هيبقى زمن? ما لها بقى الجبال زي? بيقول لي هي فيها جبال البحر الاحمر. فيها مجموعة من الجبال. اعلى قمة جبلية فيها هو جبل الشايب. اعلى قمة جبلية فيها هو جبل الشايب. هو تقريبا موجود في المنطقة ده هي كده يا جبال. اعلى قمة جبلية هو جبل الشايب. وهو هم وضح لي ان الجبال عبارة عن سلسلة من الجبال ممتدة من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي في تلات دول مصر والسودان واريترين. في مصر والسودان واريترين. طب ما لها بقى قصة الجبال دي? بيقول لي ان الجبال دي. بيقول لي ان الجبال دي بتمتد من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرق. ودي ليه هكصة? الجبال دي تنحدر بشدة. بشدة تقريبا زاوية قايمة او شبه قايمة تجاه البحر او تجاه السهل الساحل. تمام? وتنحدر انحضار تدريجي. زاوية بقى منفرجة براحتنا كده نازلين براحتنا. تجاه الغرب او تجاه وادي النيد. يعني انا عايز اقول لك لو انا على قمة الجبل بتاع الشايب او اي جبل من سلاسل الجبال البحر الاحمر ده في جبال كتيرة زي حماطة وعلبة وغيرها من الجبال. لو انا على قمة من قمام من قمام جبال البحر الاحمر زي وليكن جبل الشايب. اعلى قمة جبلية في الصحراء الشرقية وفي جبال البحر الاحمر تعريبا الارتفاع الفين مية اربعة وتمانين. وانا مش متر. وانا مش بحفظ الرقم ولكن باخد مدلوله ان هو اعلى قمة جبلية عندي في الصحراء الشرقية. وليس في مصر. عشان انا لسه ما درستش بقية تدريس سطح مصر. وما اقدرش اجزم ان ده اعلى. طه? انا خدت دلوقتي صحراء شرقية وصحراء الغربية. لحد الان. والوادي والد. اخدت الوادي والدلت. والصحراء غربية وصحراء شرقية لحد الان. هو اعلى قمة جبلية درسناها. لكن لسه ما ناخد بقى ان شاء الله صدقى شبيه جزيرة سيناء. الله اعلم يمكن تطلع لنا حاجة اعلى منه وتبقى اعلى قمة جبلية في مصر موجودة في شبيه جزيرة سيناء. نرجع بقى لموضوعنا. مالها جبل البحر الاحمر. لو انا على قمة جبل الشايب او اي جبل من سلسلة جبل البحر الاحمر. هل الافضل? ان انا وعايزة انزل بقى. هل من الافضل? ان انا اخد الاتجاه نحو الغرب يعني انزل من ناحية الغرب من ناحية ودي النيل ولا انزل من ناحية الشرق من ناحية البحر الاحمر. وليه? ايه الطريق اللي هتتفضليه? والله يا مسك انا هفضل ان انا هل انا هختار الاتجاه الغربي ولا الاتجاه الشرقي? اي حد عائل ودارس جغرافيا صح? هيقول لي ان انا لازم ااخد الاتجاه الشرق. ليه? لان الجبال بتنحدر انحدار تدريجي. انحدار تدريجي تجاه ايه اسفل الغرب. تنحدر انحدار تدريجي تجاه الغرب. تجاه وادي النيل. فعملية النزول سهلة. لكن ناحية الشرق او ناحية البحر الاحمر او السهل السهلي. الانحدار بتاعها انحدار شديد. تقريبا اخد زاوية قايمة. فعملية النزول دي هتبقى عملية صعبة جدا يا ميس. صح? برافو عليكم. تمام كده? يبقى الجبال تنحدر بشدة نحو السهل الساحلي. وتنحدر انحدار تدريجي تجاه ودنيل. عايز اقول لك بقى لما تسقط انطار غزيرة على هيئة سيو. قديما في عصر البلايستوسين الزمن الرابع رابط تاني يا ميس اه ما عليش عذروني. اسمحنا بنحب نربط يا اولاد الدروس ببعضها. علشان الاسئلة بتيجي برضو كعملية رابط. بياخد جزء من التدريس ويربطه بتاكونات الجيولوجية زي السؤال اللي احنا قلناه ايه الظاهرة اللي بتفصل ما بيني. مانيش عايزة اسم الظاهرة انا عايزة تاكوينها الجيولوجيا. فانا لازم اكون درسة الصحرية الغربية عشان اعرف الظاهرة. وبعد كده ارجع لتاكوينها الجيولوجيا. نرجع بقى للموضوع نا. في عصر البلايستوسين كانت بتسقط امطار غزيرة على جبال البحر الاحمر. تمام? هذه الامطار ما فضلتش واقفة على كمة. بتنزل. وهي نزلة حفرت لها طريق. محت. تعرية. حفرت لها طريق. خلاص? وكان الطريق ده مملوء بالمياه. فكنا بنقول عليه ودي. خلاص? وكان حتى لو تفتكروا كان بداية نهر النيل منشأوا الاساسي كان من جبال البحر الاحمر. واخدنا الكلام ده من الحصة اللي فاتت كانت بداية ونشأت نهر النيل كانت مرتفعات او من جبال البحر الاحمر. المياه وهي نزلة اولاد حفرت لها طريق. والطريق ده كان مملوء بالمياه. الطريق ده سمناه ايه? وادي. وكان بيعتبر المصدر او المنبع الاول لنهر النيل. وكان ده مقتصر في الزمن ايه? في الزمن الجلوجي التالت في اواخر عصر المايوسين. صح? كان منبع اكتصرت منابع نهر النيل على جبال البحر الاحمر. ازاي كانت بتسقط امطار غزيرة على المرتفعات? الامطار دي المياه كانت بتحفر لها طريق. كنا بنسميه وادي. وكان مملوء بالمياه. كانت الاودية دي مملوء بالمياه وتغذي نهر النيل. ده الحد امتى? ده حد الزمن الثالث او او اخر عصر المايوسيني الزمن الثالث. وبعد كده في الزمن الرابع حدست حركات اخرى قدت الاتصاله بمنابعه اللي هي الحالية اللي هي المنبع الاستوائي والمنبع الحقشة. لكن خلينا في اللي احنا بنقول عليه سقطت امطار غزيرة حفرت لها طريق سمناه وادي. وبعدين فضرة الانطار مستمرة? لا. بدأت تتقطع بقى وبدأت تجي في اوقات مفاجأة وغير مستمرة. فالاودية دي الطريق الوادي ده اللي انا كنت مسميه وادي عشان كان مليان مياه جف. نشف. ما عادش فيه مياه. المياه اللي فيه خلصت. بس ويه والطريق اختفى? لا. الطريق بقى لسه موجود. يعني الوادي لسه موجود لكن مفيهوش مياه. الوادي لسه موجود بس مع الاسف مفيهوش مياه. فعشان يفرقوا عن وادي النيل. عشان يفرقوا عن وادي النيل اللي بتجري فيهم اياه نغر النيل. اطلقوا عليه لفظ وادي جاف. اطلقوا عليه اولاد وادي جاف. انا عندي وادي بس? لا انا عندي مجموعة من الاودية الجافة. بعضها يتجه تجاه البحر الاحمر. زي وادي علم وادي الجمال. وده بياخد نفس خصائص جبال البحر الاحمر وهي بتتجه هنا. السهل استحلي او البحر الاحمر. يعني ايه? يعني الاودية دي بتتميز بانها قصيرة سريعة الجريان. يعني حضر بشدة قصيرة سريعة الجريان. زي ايه? زي وادي علم وادي الجمال. والبعض بيقول وادي الجمال. طب وما فيش اودية بتتجه. مش انت قلتيني ان المياه انحضرت عالجنبين جزء راح نحية الشرق وجزء راح نحية الغرب وغزة حتى بالامارة. وادي النيل ايوة. وكان المنبع الاساسي الوادي النيل ايوة. صح? طب اودية زي ايه? عندي اودية زي وادي. كوينة? وادي الاسيوتي. وادي العلاقي. اودية زي وادي الاسيوتي. وادي كونة. وادي العلاقي. ودي اودية بتخرب من جبال تنحدر من جبال البحر الاحمر تجاه الغرب تغزي مياه نهر النيل بمياه الامطار التي تسقط بصورة فجائية على هيئة سيول. طب ولو ما سقطتش سيول الاودية تبقى دي اودية جافة تستخدم في عملية ايه ايه ارشاد الطرق في عملية التجارة ايه في عملية مسلا حصول على مياه احفر واحصل منها على مياه اوار وغيره. طب استني يا ماش تقول لنا حاجة كمان. افريدي انت بتقول لي ان المياه بتاعة السيول دي بتبقى بصورة فجائية وغزيرة وبتعمل لي نحت للطربة ايوة. وبعدين بتجري في الطربة بتاعت الجبل اه يعني ما هيش نزلة لي جايبالي رواس بطمية لأ ده جايبة مفتتات وصخور بتفتت لي الطربة بتاعت او الارضية بتاعت الصخور بتاعت الجبال بتاعت البحر الاحمر اللي هي الارقية يعني المفتتات الرواسب اللي هي جايبها لي عبارة عن ايه رواسب صخرية ممكن تؤدي الى تدمير الاراضي في الوادي صح? لان المياه جرفاها وجاية صح? ده غير ان المياه غزيرة ممكن تؤدي الى غرك الاراضي الزراعية تدمير الطرق والكباري والمضن في ودي النيل تشريد العديد من اهالينا في ودي النيل صح? كل ده بيحصل. تب والحل ايه? الحل الوحيد انه ناجي على فتحة الوادي واعمله سد. يمنع وصول المياه الى وادي النيل. واحتفظ انا بالمية دي بقى واحجزها وخزنها في الوادي ده في ودي العلاقي او ودي الاسيوت او ودي كنا واستفيد منها وقت الحاجة. احجز منه السيول دي واستفيد منها وقت الحاجة. ويبقى استفدت من حاجتين. ان انا حميت اهالينا في ودي النيل. في ايه انا واسيوت وسهاج والمينيا الحافظات دي كلها. حميتها من خطر السيول الغرق والتدمير عشان المفتتات الجرف اللي جايبها. بتبقى مفتتات صخرية. تؤدي الى التدمير. وتشريد وموت عدد كبير من اهلنا. اقدر الله. وفي نفس الوقت. يعني اذا ربط عصفرين بحجرة هو. دي اول نقطة. والنقطة التانية ان انا خزنت الميا دي واستفدت منها في عملية الزراعة او تربية الحيوان. استفدت منها اقتصاديا بقى. لان مياه عزبة لانيا مياه هبارة عن مياه امطار. طب قرنيني بقى كده. ويعمليني ما يزيني ما بين الاودية المتجهة ناحية البحر. والاودية المتجهة ناحية الوادي. وادي النيل. او الاودية المتجهة ناحية البحر الاحمر. والاودية المتجهة ناحية وادي النيل. يعني ايه? يعني الاودية المتجهة ناحية الشرق. والاودية المتجهة ناحية الغرب يا مساء. اللي بتتجه ناحية البحر بتاخد نفس خصائص نفس خصائص الجبال. يعني تتميز بالانحضار الشديد. تتميز بالانحضار الشديد. تتميز بيه انها اخد زي زاوية قائمة بالزبط. وقصيرة وقصيرة. يبقى قصيرة قصيرة في الطول. اقصر منها في الطول. بالقف الصدي اولاد يعني قصيرة في الطول. ده غير انها تنحدر بشدة. نفس خاصية الجبل بالزبط. طب والاودية اللي بتدجي ناحية الغرب. اخ ده نفس خاصية الجبل بالزبط. اقل انحضار. اقصر طول. وبتمتد باتجاه وادي النيل زي وادي الاسيوطي. وادي قنة. وادي العوقي. ده كان بالنسبة للاودية والجبال اللي موجودة عندي. احنا كنا متفققين ايه? الاقسام التدرسية. خط الساحل. الساحل الساحلي. جبال البحر الاحمر. طب ايه نتاقي الهضب ده? احنا قلنا ان اول حاجة هتقابلني هو خط الساحل. اللي بيمتد من الشمال الغربي نحو الجنوب الشارع. وهو الاخد من رأس خليج السويس شمالا حتى رأس حدربة جنوبا. استقييم. وفي بعض الظواهر الجغرافية زي الرؤوس الارضية زي الخلجان زي الشروب. وبعدين وبعدين خدنا خط الساحل. بعد خط الساحل خدنا ايه? ثانيا ها? الساحل الساحلي. وده بيقع في المنتصف ما بين خط الساحل وما بين جبال البحر الاحمر. وبيتماس بان هو مستوي وفي رواسب او مفتتات رملية. اتخدنا جبال سلسلة جبال. وبتقول لي ليه سلسلة? لانها ممتدة في عدد من الدول. ما هيش جبال واحد بس دي مجموعة من الجبال. في مصر والسودان واريترين. مجموعة من الجبال. واخدى نفس الاتجام. فمن الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي. واتفقنا ان الجبال دي فيها سلسلة مجموعة من الجبال. اعلى كمه جبلية فيها في الصحراء الشرقية هو جبل الشايب. خليك مركز معي انا قلت اعلى كمه جبلية في الصحراء الشرقية كلها جبل الشايب. خاصية بالذكر الصحراء الشرقية. اما نكمل دراسة مصر هنحدد اعلى كمه جبلية في مصر. اما نكمل باقي التدريس هنعرف مين اعلى كمه جبلية فيها. وكمان خدنا مميزة هي تنحضر بشدة تجاه الشرق تجاه البحر الاحمر وتنحضر الهدار تدريجي نحن وادي اني. لسه مش استأخر بس جزئية احنا قلنا الاودية الجفة هي وقلنا الاستفادة منها عن طريق بناء ادي ادي اولاد وادي من الاودية الجفة كان بتغمره المياه وقت حدوث سيول تتملأ بالمياه مفتتاتها هي سخرية وينزل على وادي النيل ده اذا كان متاجئ لوادي النيل نحية الغرب او ينزل على السهل الساحلي او نحية البحر الاحمر ركاية متاجئ نحية الشرق. خلاص? اخر حاجة بقى عندي النطاق الهضبي وهو بيالي على طول بيالي على طول يعني احنا قلت واحد خط الساحل اتنين السهل الساحلي تلاتة جبال البحر الاحمر اقدر لون الاصفر. يليها على طول عندي النطاق الهضبي وهو قال لي بس كلمتين بتنقسم الى هضبتين. هضبت المعازة الجيرية. شمال ثانية كنة. اظن خدنا الحصة اللي فاتت ثانية كنة وعرفناها كويس جدا. يبقى شمال كنة اسمها هضبة. المعازة الجيرية تب وجنوب كنة هضبت العبادة الرملية. وبدام يقول هضبت المعازة المعازة الجيرية يبقى على طول تكونات زمن ايه? تكونات زمن تلاتة يا ميس. وبدام قلت هضبت العبادة الرملية. هضبت العبادة الرملية. تبقى تكونات زمن ايه? زمن تاني يا ميس. يعني يا ميس الاتنين بيقعوا في الصحراء ايوان الاتنين بيقعوا في الصحراء الشرقية لكن ده كونت في زمن. وده في زمن تاني خالص. هضبت المعازة الجيرية كونت فيه الزمن الجيلوجي التالت. لكن هضبت العبادة الرملية. دي على فكرة اخد اسمها من اسم آآ القبيلة اللي موجودة هناك. ايه للعضب ده? اتكونت آآ في السمن الجيلوجي التاني. آآ شكرا ميس مارسة. آآ شكرا للإدارة العامة للمحتوى التعليم. السلام عليكم.